صور مختلفة وصور جميلة بتدي برضو في وسط الظلام الدامس اللي احنا عايشينه فيه مع اهلنا في غزة وبنتابعوا معاهم ان فيه امل فيه امل ان ما فيش قضية بتموت ما فيش قضية عادلة بتموت دايما المظلوم والمستضعف هيجي يوم وهينتصر واذا كنا بنتخيل ان احنا مثلا كعرب مهتمين بالقضية الفلسطينية بيعتبرها ان هي قضية اسلامية وعربية في المقام الاول فده لا القضية لما تكون انسانية بتفرض نفسها على المجتمع الدولي كله ومهما كانت الشعوب ومهما كانت المجتمعات فيها ظلم وفيها دعم للظلم الصوت الحق ما حدش بيقدر يسكته اللي بيحصل اللي احنا شوفناه من شوية ده يعني يعتبر خير ختام للمشاهد المؤسفة والقاسية اللي احنا بنتباحها على مدار اليوم وعلى مدار الانام اللي فاتت وفي حلقتنا اتكلمنا عن مشاهد عنف لكن الحالة دي وحالة الحجة نصرة وحالة المزاد الخيري لفنلة الكابتن طريق حامد كل دي حاجات بتقول ان الحق هينتصر واحسن حاجة نختم بها حلقتنا النهاردة ان احنا نقول ان الحق لازم هينتصر وان طال الظلم ترجمة نانسي قنقر